وصل إلى بيروت رجل الأعمال اللبناني النزار الزكا الذي كان محتجزا في إيران منذ 2015 بتهمة التأمر عليها بعدما تمكنت الحكومة اللبنانية من تأمين الإفراج عنه زكا أكد أنه كان مخطوفا وكان رهينة لدى الحرس الثوري الإيراني الذي طلب منه تصوير فيديو والحديث عن أشياء لم يكن زكا مقتنعا بها